بين من ينتظر راتبه التقاعدي وبين من هو منشغل بالحصول على قوته اليومي هكذا يبدو اليوم العالمي للرجل في بغداد التي تعج في تقاطعاتها بمئات جالسين بلا عمل وسط مطالبات بتغيير واقعهم المعيشي خصوصا مع ارتفاع ملحوظ للعمالة الأجنبية في البلاد عمل تعبان لا يوجد شغل بغداد نجحنا على مود العمل بنقلاديش موجودة اشتغل بالمطاعم بنقلاديش اول بيز جايب بنقلاديش يعني ماكو يعني شغل تعبان الى درجة كل من عند عائلة يتوكي الامام تموكي شوفت عناك يعني كل حالة بتحتمل اما العراقية لا تقاعد لا رعاية اجتماعية لا ضد وسط معيشة لا عمل كل شي ماكو يعني احنا في العمل هذا التقاعد ماكو وين تقول في العراق ارتفعت معدلات البطالة الى 40% عن اي يوم عالمي للرجال نتحدث يقول سائق هذه الستوتة فاللا عمل يعني لا قوت للعيال ولا حول من دون راتب تقاعدي او وظيفة في مؤسسات الدولة العيد مالتي هو شاء الله واحدة اجيب رزق العائلتي واشتغلوا بستوتية ها هي ما عندي غير هذا الشي انا هذا عيدي وهذا مناسبتي ان اعيش عائلتي بالنسبة ليوم الرجل العالمي يعني هموم الرجل العراقي انه كل شي يعني تجسد انه الواقع شوية صعب والظروف الصعبة اللي مر بها العراقي يعني تحتم عليه انه يختلف عن باقي بينما يحتفلوا رجال العالم بيومهم ينشغلوا العراقي بكيفية الحصول على حق الصحة والتعليم وغيرها او بالبحث عن مشاريع التمكين وكذلك المنح والقروض التي تتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة للشرقي نيوز خطاب عادل بغداد